سلام الله عليكم جميعا أتمنى أن تكونوا بخير كما ترون اليوم فتحت عش الزوج من الباضجي فوجدت خمسة فراخ إنهم قمة في الجمال بما أن الجو حر نوعا ما قررت إخراجهم للتعوية عمرهم أقل من خمسة عشر يوما ليس لهم نفس العمر لأن بيض الباضجي كما هو معروف لا يفقس في نفس اليوم لأن أنت الباضجي كما هو معروف لا تضع البيض كل يوم فنادرا ما نجد أنت تضع البيض كل يوم ولكن الأغلبية أنها تضع يوم ويوم لا لهذا لما تتم فترة الحضن يفقس البيض فنرى أن أعمال الفراخ كما ترون يعني ليس لها نفس الحجن أي ليس لها نفس العمر لأنها لا تفقس دفعة واحدة عكس فراخ الكناري يمكن أن نختفض بالبيض فنضعه في يوم واحد ليفقس في يوم واحد أما الباضجي فهي تعتني ببيضها وتحضن بيضها بشكل جميل جدا حتى يفقس كاملا من تربية طيور الباضجي سهلة جدا عن تربية طيور الكناري كما ترون مخلوقات ضعيفة جدا هسا لا ترى تعتمد في أكلها على الأبوين والريش لا ينمو إلا بعد شهر لهذا أنا أخرجتهم لأن الجو حار فلن يصابوا بأذى أما إذا كان الجو باردا أكيد سوف يموتون من شدة البرد لأنهم بحاجة إلى الدفع لكن الجو حار شهر يونيو اليوم توجد حرارة خلوقات جميلة جدا وملاعبتها وحملها في هذا السن يعني وهي صغيرة جدا يعطينا فراخ سهلة الترويد وسهلة التربية جميلة جدا استغلوا فرصة حمل فراخ البادجي حتى يتسنع تنظيف عشها خلوقات جميلة جدا كما ترون هناك من يروض فراخ البادجي في هذا السن يعتمد يعتمد بإطعامهم ويبعدهم عن الأبوين فيحصل على فراخ مروضة بشكل تام يعتمد الغدية غنية بالبروتينات وبالفيتامينات بروتينات لتقوية الجسم ونموه بسرعة والفيتامينات وحمايتهم من لأمراض فراخ جميلة جدا وسل جدا إطعامها وتكبر بشكل كبير جدا يعطي عمرها أقل من خمسة عشر يوما يعني حينما تصل إلى شهر يظهر الريش ولكن تبقى تعتمد هنا في أكلها على الأبوين إلى غاية بلوغها شهر وخمسة أيام أو عشرة أيام تعتمد على نفسها بشكل كامل للحصول على فراخ جيدة يجب الاعتناء بتنظيف الأقفاص وتنظيف العش بشكل يومي يعني من الأفضل تنظيف الأقفاص والأعشاش صباح المساء لكي تكون الفراخ بصحة جيدة خصوصا في فصل السيف وفصل الحر أصلا الإنس ترفض أنت بيت في فصل السيف عم تجربة أن الأنت البدجي لما تضع البيض في فصل الصيف فهي تقوم بأكل أو رمية لأنها لا تقوى على الحضن في فصل الصيف لهذا من الأفضل أن لا يبقى اتذكر مع الإنات في فصل الصيف تفاديا لعملية التزاوج لأن البدجي كما هو معروف فهو يتزاوج طيلة السنة وفراخ البدجي نحصل عليها طيلة السنة أنا أمتلك إينات من البدجي تبيض بشكل مستمر لدرجة أنها بعض الأحيان تضرب فراخها لتخرجهم من العش لتقوم بحضن بيض جديد وأكثر من مرة قتلت أكثر من فرخ والطيور أيضا في فصل الصيف تدخل في مرحلة تغيير الريش لهذا يجب من تزاوج بما بينهما فتحت عش آخر فوجدت فراخ أكبر من الأولى بأسبوع لأن هذه تنتبقوا ريشا كما ترون جميلة جدا هذا بأت تعامل معهم في فصل الصيف أخرجهم من الهواء الطلق كي يستمتعوا ويكونوا بصحة جيدة وشكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء القرير إن شاء الله شكرا اشتركوا في القناة